عام كامل مر على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان الذي يكافح قدر امكاناته لدرء واحتواء مخاطره بوسائل متنوعة من بينها اللقاحات المضادة للفيروس المتوحش في الفيروس السياسي المنتشر هنا وهناك يبدو أن المطلوب لقاحات من العيار الثقيل لتحريك الضمائر بما يمهد السبيل أمام ولدة حكومية تبدو بعيدة المنال في ظل الوقائع القائمة جديد هذه الوقائع ما زال طازجا وابن اليوم وكان على شكل مواقف محصنة بديشم ومتاريس التعنت والمصالح والمطامع والمطامح الضيقة ومحاولات تبرئة النفس من دم ذاك الصديق كان كثيرون يراهنون على مضامين ما سيسمعونه من النائب جبران بسيل اليوم في مؤتمره الصحفي معللين النفس بمبادرة منه تسهل التأليف الحكومي لكن رئيس التيار الحر واصل حملته على الرئيس سعد الحريدي متهما إياه بممارسة الفوقية والصلبطة والمس بحقوق الآخرين وأصر في كلامه على مدى ساعة تقريبا على أن رئيس الجمهورية والرئيس المكلف شريكان متساويان في التشكيل فمعا يجب أن يتفقا على كل شيء وفي لهجة تصعيدية قال بسيل في معركة الدفاع عن الحقوق ما حدا يجربنا ما رح نخليكم ترجع الزمن ثلاثين سنة لورا تيار المستقبل سارع إلى الرد على ما وصفه بالعجن الكلامي لبسيل الذي ما زال يقيم في لالالاند ويفرض الإقامة الجبرية على رئاسة الجمهورية وقال التيار إن ما يعني الحريري هو ما يصدر عن رئيس الجمهورية بالمباشر وليس بالواسطة مع بسيل فالج لتعالج أكد التيار الأزرق في رده